السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة 17 يناير 2019 مرور 35 سنة على تأسيس الإغاثة الإسلامية ونحن الآن في شارع اسمه شارع موزلي في 517 في برمينجهام وهنا بدأنا منذ 35 سنة في هذا المكان اللي هو مكان الجالية كنا نأتي هنا هو في هذا المكان لنبدأ العمل بعد ما تبرورت الفكرة في عام 1984 تقابلت أنا وزميلي الدكتور إحسان وبعد ما رجعت من السودان بأسبوعين تقريباً أو بأسبوع وكان معانا مبلغ 1500 جنيه جمعناها من مصر من بعض الأقارب وحبيت أن أشرك بعض الشباب في هذا الموضوع لمساعدة أفريقيا في المجاعة اللي فيها في 83 لكن كل اللي نشغل والوحيد اللي جي معايا هو كان الدكتور إحسان ودخلنا هنا المكان اللي هو احنا فيه الآن حالياً وما كانش عندنا أي إمكانيات ولا أي شيء نبدأ فيه وفي هذا المكان كان أول مقر لنا ما كانش فيه غرفة ما كانش فيه مكتب ما كانش فيه أي شيء إلا أنه كان اشترينا صندوق للتبرعات ووضعناه في هذا المكان هنا والصندوق ده كان بيكلفنا 16 جنيه ووضعنا صندوق تاني للتبرعات في هذا المكان هنا ووضعنا صندوق ثالث للتبرعات داخل المسجد هناك في آخر القاعدة اللي انتم شايفينها هناك كان كل ده في عام 1984 وكنا بنيجي كل يوم ثبت نفتح الصندوق أنا وإحسان هنا هو وبعد كده هو نعود نعد الأوراق والشيكات والجوابات اللي كانت جت لنا أكبر تبرع جنة في سنة 1984 كانت في شهد أغسطس وإحنا قاعدين هنا هو في وسط القاعة دي وكان ألف جنيه عدنا في وسط القاعة ومسكنا الشيكة بألف جنيه ده وعملنا فيه احتفال كبير 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 نرجع تاني بعد عام 1984 حبينا أن نكبر العمل بتاعنا فكان فيه هنا مكتب موجود فيه بعض المدارس بتاعة الجاليا واتفقنا معهم واتفقنا معهم واتفقنا معهم أننا ناخد منهم مكان نعود فيه فكان المكان ده فكان المكان هنا هو في المكتب اللي احنا عاديين فيه هنا وكان مجرع لهو أنصر ماشين للتليفون إنها كلما نيجي نشوف الرسائل اللي احنا بناخدها ودونا بورتا كابين زي المكان ده كده نحط فيه الملفات بتاعنا ده كان في سنة ايه اا اول اا اخر اربعة وثمين تعيبنا اول خمسة وثمانين بعد كده ربنا فتح علينا ها وخدنا الغرفة دي وكانت الغرفة دي هي اول مقر للإغلاسة الإسلامية وده حجمها الطبيعي شايفين الغرفة دي حجمها الطبيعي قد ايه كان هنا فيه مكتب موجود في المنطقة دي هنا زي ما نواقف كنا بنقعد عليه وفي سنة ستة وتمانين قالنا كمبيوتر 286 286 كمبيوتر ده كنا بنقف جمه نتصور علشان نقول للناس احنا عندنا كمبيوتر كان الكلام ده في سنة ستة وتمانين قالت الغرفة دي اللي هي فيها كل التبرعات وكل الزوار وكل حاجة بتتعمل فيها من ستة وتمانين لسنة 1991 في المكان ده اللي احنا وقفين فيه هنا هو الأرضية دي جي شباب يشتغلوا معنا وكان واحد فيهم اسمه خالد في الأرض هنا هو وكان واحد فيهم اسمه فادي تتابعهما الاثنين وكان ده مكان العمل ومكان النوم فكانوا بيناموا هنا أيضا يعني الشغل كان 24 ساعة معنا بعد كده هو ربنا فتح علينا واخذنا غرفة في الأعلى لما الأمور كبرت واصبح انها معروفين وطلعنا اخذنا غرفة هنا حنشوفها دلوقتي علشان الشباب بيتعلموا شيء واحد الإمكانيات المادية مش كل شيء وإنما الإصرار على تحقيق الفكرة والإصرار على بناء المؤسسة هو الأساس في العمل فنشوف الغرفة التانية اللي احنا اخذناها سنة ستة وتمانين سبعة وتمانين أو أخذ سبعة وتمانين أو أول ثمانية وتمانين اللي هي هذه الغرفة فأصبح عندنا غرفتين بعد كم سنة شغل بعد أربع سنين شغل بعد أربع سنين شغل وكان هنا المكتب موجود هنا هو ولأول مرة في حياتنا اشترينا حاجة اسمها فاكس عارفين الفاكس اللي هو دلوقتي أصبح من النظمة وتستعملوش كان الفاكس محطوط في الحتة دي وكان راح بيقى فرحان جدا والورق خارج من الورق خارج من الفاكس هنا هو في الغرفة دي وكلما الفاكس يرن ويزمر نبقى إحنا فرحانين نقول فيه ناس بتتصل بنا كنا قبل كده بنبعث كل الأضاحي اللي هنبعتها للعالم الخارجي عن طريقة تلكس لأنه كان لازم نبعث اسم المتبرع مع كل أضحية كان في شركة بواحد من الهنود الشباب الهنود اللي هم كانوا في شرع آخر كان بياخد كل الأسماء دي مننا ويبعثها لباكستان يبعثها لأفغانستان يبعثها للملاوي يبعثها لكذا 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 إلى آخر فهنا كان فيه فاكس وهنا كان فيه طاولة والأصبح المدير يجلس هنا هو والاستقبال يكون في الغرفة اللي في الدور اللي تحت نرجع تاني عشان الإمكانات اللي عم نتكلم معنا والشباب اللي متعور وعنده احباط ويقول ما عنديش ما عنديش ما عنديش ما عنديش هو عنده كل شيء لك انه مش قدر قيمته وقدرته وامكانيته على الابداع والعمل الغرفة دي اللي انتوا شايفينها دي شايفينها دي كان بيقعد فيها حوالي 30 او 40 شاب لما كن في حملات حملات لانقاذ مجاعة معينة او فيضان او زلزال زي زلزال ايران زي فيضان بنجلديش زي فيضان السودان اللي بين 89 و 91 كانوا بيقعدوا هنا هو لغاية ساعة 10 11 12 بالليل كانوا دول شباب في مدارس سنوية وشباب في الجامعة وكنا بنقعد هنا نفتح الازرف ونحط في الازرف فيها الاوراق عشان نبعت الحملات البلدية لكل بريطانيا كنا بنقعد غالصة 11 12 بالليل وكان كل ما نعطي للشباب هؤلاء هو كيس البطاطس ولو ربنا اكرمنا بقى فيه نص سبع كفتة كده او نص وركة فرخة الى اخيره هكذا بدأنا هكذا بدأنا فلذلك لكل الشباب اللي بيقولك احنا عايزين امكانيات احنا عايزين كمبيوترات احنا عايزين مش عارف عربيات احنا عايزين كذا احنا عايزين امان باننا نبدأ الفكرة ونصر على تحقيقها والفكرة دي تنمو زي البذرة في الارض الصلحة بس تنمو مع من؟ مع من يؤمن بها انها لن تنمو مع اسماء رنانة او مشهورة او مع شخصيات كبيرة وقوية الى اخره الى اخره لكن تنمو مع مؤمنين بهذه الفكرة يستطيعوا ان يبنوا مثل هذه المؤسسات بعد عشرين او تلاتين سنة ننزل تاني الغرفة اللي تحت لنا دي كانت غرفة جميلة جدا انا بحبها لأول مكان احنا كنا بنقعد فيه ليه ماذا؟ لان احنا كنت انا بقضي فيها وقتي كنت انا بقضي فيها وقتي كتير جدا كان الشباب هنا يعني كان دي المخ المحرك للاغاثة في عام 1984 و85 و86 و87 و88 و89 الى اخره فلذلك انا هكمل من تحت علشان عندي حنين للرجوع لهذه الغرفة وزي ما الشاعر بيقول وانا امر على الديار وديار ليلة وهذه هي ديار ليلة بالنسبة لواحد زي حالاتي انا اللي شاف ليلة هنا في الغرفة دي ليلة اللي هي مين اللي هي المؤسسة اللي كبرة الغرفة دي كان الشباب بيشتغلوا فيها متطوعين لا ما كانش فيه وقت كانش فيه وقت ابدا متى تأتي متى تخرج متى تنام متى تصحى متى 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 كان فعلا فيه منظومة حقيقية للتطوع في هذا المكان وفي هذا الزمان في بلد يا اخواننا ما هيش مسلمة في بلد يا اخواننا تنشر المسيحية في العالم لكن المناخ السياسي والاجتماعي في البلد كان يسمح بان يكون كل مواطن داخل هذه البلد يستطيع ان يبدع ويبني ويعلي اذا لم يستطيع بالقانون واذا لم يعمل عمل يكون مخالف للقانون فهي هذه الغرفة كان المكتب بتاعنا هنا هو انا كنت بجي هنا كل يوم ثلاث اا اعد اا انا نفتح الجوابات والشباب قاعدين ان هو بيجمعوا كل حاجة ومن اكثر المفارقات الجميلة عندنا هي ايه هي اننا ندخل عليها شاب باكستاني ايام الاضاحية قال اننا عايز اتبح بقرة بقرة عندنا بالعرب اللي هي ايه اللي هي بقرة 哇 فقالوا اتبح بقرة اللي هي البقرة بتاعتنا اللي هي الكبيرة دي فأخذت منه سمن بقرة 245 جنيه فرجع لأهله الشاب ده وعمل قالوا انت دبحت بقرة 245 جنيه قال لهم آه قالوا انت بغالية جدا ارجع تاني الرجل ده نحك عليك الرجل ده حرامي فرجع لي تاني تاني يوم او في نفس اليوم اعتقد مش فاكر بالزبط وقال لي البقرة غالية جدا قلت له يا ابن انت مش قلت بقرة قال لي آه بقرة قلت له بقرة من 45 جنيه قال لي لأ ده وريني سورة كده قلت له ده خروف هم عندهم بكسان بقرة البقرة اللي هي الخروف فقلت له ده اسمه خروف يا ابن ما اسمه بقرة فرجعت له بقية المبلغ اللي هو كان عصده ان يقول ايه خروف كنا في الوقت ده من جمال العمل في هذا المكان ان احنا كان في ناس يقول ان احنا عايزين يطلع اضحية باسم الرسول صلى الله عليه وسلم اضحية لله يعني حاجات كثيرة جدا كده تعلمناها من الجالية بل بالعكس ان الجالية كانت تعتقد ان الاضحية دي تطلع مرة واحدة في العمر مرة واحدة في العمر والذكابت يعني اشياء كثيرة جدا حسنا ان الجالية محتاجة لبعض المشاريع اللي تعلمها الدين وتعلمها ثقافة الدين وتعلمها المشاريع الدين فبدأنا نعمل في حاجة اسمها مشروع حياء السنة النبوية اللي هو صوم الاتنين والخميس اللي هو صوم تلت يوم في البيض اللي هو صوم عشورة اللي هو صوم الست يام البيض اللي هو صوم غير عشورة فيه تاني عرفة الى اخري الى اخري الى اخري والله انه كن يصوم اليوم ده يبدأ يتبرع بتمن الوجبة اللي كان حياكلها للغاية الاسلامية هكذا بدأنا واهم حاجة في البداية هنا زي ما انا قلت هو العمل مع الشباب العمل مع الشباب وعدم انتمائك للون فاقع سياسي او لون فاقع ديني او لون فاقع اجتماعي لان ده حيفرق المجتمع من حواليك اذا انت استطعت انك تجعل مؤسستك حيادية في كل مكان وفي كل زمان سيجتمع حولك الابناء المجتمع وخاصة من الشباب واللي بدأ الاغاثة منذ 35 سنة في 84 و85 و86 و87 لغاية 92 و93 كانوا هما الشباب شباب المدارس السنوي وشباب المدارس الاعدادي حتى وشباب الجامعات وشباب الجامعيات الاسلامية في كل جامعة من الجامعات كل هؤلاء هما كان لهم فضل كبير 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 وما كان لهمش من جنس واحد كان منهم الهنود والباكستانيين والماليزيين والعرب كافة اطيافهم والافارقة الى اخره الى اخره الى اخره فهذا المكان لكل شاب وشابة اليوم في العالم المحبط العالم الذي يريدك ان تحبط ويقولك انت غير مبدع وانت غير منتج وانت غير صالح وان دولتك فقيرة وشعبك فقير وبردك فقيرة وكل حاجات دي كلها انا اقول لهم من الصفر بدأنا فضل سبحانه وتعالى وبعد 35 سنة اصبح لهذه البذرة ليس فقط ثمار في شجرة واحدة لكن ثمار في اشجار متعددة مختلفة في اماكن مختلفة في قرات مختلفة فانت ايها الشاب وانت ايها الشابة اعلمي واعلموا ان امنتم بفكراتكم واصريتوا على تحقيقها وراعيتوها وبذلتوا من اجلها مش حتى الغالي بذلت من اجلها الجهد والوقت ستصلوا بفكراتكم الى احسن مما وصلنا اليه الان الى احسن مما وصلنا اليه الان لما كلنا بنتكلم عن العمل كن نفسنا في يوم الايام يكون دخلنا خمسين مليون بعد عشر سنين اصبحت بوقت تضاعف الدخل كان نفسنا في يوم الايام واحنا بنركب الطيرات وبنقول عايز نفتح مكاتب نعلم على كل مدينة في كل دولة في كل قرية نفتح فيها وتفتحت كل هذه الدول كان نفسنا العمل ينتشر ويبتدي يحقق ثماره ويحقق اهدافه ويغير فلسفة ومنهجية ثقافة العمل الانساني الدولي وحدث فاصبح كتير جدا من المحافل الدولية يكون فيها مؤسسات اسلامية ويكون فيها شخصيات اسلامية ويكون فيها ثقافات اسلامية ويكون فيها افكار اسلامية ويكون فيها ابداعات اسلامية وعربية وده مش عيب احنا ما بنزيدش لا نزيد ابدا كما ان اخوانا المسيحيين واليهود وغيرهم لهم ابداعات احنا ايضا لنا ابداعات وحينما نلتقي بعد 35 سنة معكم مرة اخرى في هذه الغرفة سنتحدث عن ابداعكم انتم في 35 سنة التانية من انشاء هذه المؤسسة او من انشاء العمل الانساني 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 في العالم كله خاصة الاسلامي هنا ما بدأنا هنا هو ما كانش فيه جمعيات اسلامية خالص خيرية جمعيات اسلامية خيرية خالص كنا احنا اول جمعية بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد كده حاليا في بريطانيا فقط فيه اكتر من مئة جمعية اسلامية خيرية دولية من 35 سنة كانش فيه لا واحدة بس التانية جات بعد كده مسلم ايد التالتة جات بعد كده هيمن ابيل التالتة جات بعد كده مسلم هانز الى اخره الى اخره الى اخره فقط مش فقط واحدة او اثنين او اثنين بتتميز بانها في كل الاعراق فيها وفيها كل الثقافات وفيها كل الجنسيات وفيها كل الخلفيات السياسية والثقافية والمذهبية الى اخره فنحتفل بكم ان شاء الله بعد 35 سنة الفين واربعة وخمسين نتقابل هنا مرة تانية يوم 17 يناير الساعة واحدة الدهرية في هذا المكان جزاكم الله خير نراكم باذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله